اشتركوا في القناة ويحس انه خسر وزن بطريقة مفاجأة او في عمل او في دنب الخروج لازم دغري يتوجه عن الطبيب المعالج لحتى تشخص له اذا عنده الثلاثة الكولايدس اي او لا شكرا ريتا فرانسيس اكيلد من برنامج هالف توك ودايما تعطينا لصايح طبية ونتابع سواد نشوف اول ترانساكشول مع ملك جمال لارا لاول مرة بالتاريخ ملك جمال هولندا شب فيز اول متحول جنسيا ريكي كولي بلقب ملك جمال هولندا لسنة 2013 منتابع سواد اكيد باخبار كاتشاب ونشوف باندا بتعرف انتو انو باندا بلش ينقرد عالميا فصار فيه اثنان صغار باندا صغار لحنشوفون بهذا الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سوف نتابعون ونرى زياد برجي يحتفل بربحه بقضية أغنية وبطير ضد أليسا ونشر الفيديو على انستغرام مفيدوا انه رجال نزل الأغنية على يوتيوب ودعموا عدد من المشاهير من الوقت العلق جينادين الراسي ورانيا عيسا ونشر عدد من الستوريز اللي بيفرجوا بتاع من الناس الآن سوف نتابع مع زياد برجي وإليسا زياد برجي بعد الاستقناف أكيد ربح الاستقناف ولكن النتيجة بعد مخلصة نهائيا ولكن هناك نزل الأغنية على البلاتفورم زندو وأكيد هناك غنية وكل هول التفاصيل لأكيد شو رح يصير بعدين رح ننطر ونشوف بالقضاء لحنشوف كمان سوا بمصبح بالدامور زلح في الطحمة البسين موسيقى 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 ما اقول واحد ينسى حاله انا عمي صبح في فول يفكر حاله بالبحر بالبحر ايه بيكون ده منطقة السرب بيكون شوزي ايه هو ايه هو منتبع سوا اي منطقة لح تعرفنا عليها عليها خلينا نشوف سوا هي مدينة لبنانية بقضاء زحلة وبالتحديد بمحافظة البقع بتبعد حوالي 50 كم عن العاصن بيروت وبترتفع بين 550 و 950 متر فوق سطح البحر اما مساحة اراضية فبتبلغ 75 كم مربع بيعود تاريخ زحلة لأكثر من 300 سنة ولقابوه بمدينة الكنيس لأنها بتحتوي على أكثر من 50 كنيسة بتعتبر زحلة أكبر رابع مدينة لبنانية من حيث عدد سكانها تميز زحلة ببيوتها الأديمة اللي بتحمل الأرميد الأحمر والأناطر شو حلوة زحلة يعني عن جد شو حلوة زحلة ما لكم غير تزروها عروس لبنان طبعا زحلة وألف تحية لماريا صليبة منروح سواء لأند محمد هنيدي وموضوع حبه الجديد بهذا التقرير التقرير النجم المصري محمد هنيدي ترند نمبر ون على صفحات الو تي في وتحديدا على او تي في دوت كام دوت البي خبر جديد نفع هنيدي أنه على علاقة عاطفية بفتاة كينية وأكد أنه ما سفر بحياته على كينيا وأنه قيل هيدا الشأن شائعة سخيفة وموضح أن الحب ما بيعرف جنسيه أبداً ولا رح يخجل أنه على علاقة بفتاة كينية وهيكا بتكون خلصة فكرة كاتشاف